الرحمن الرحيم أهلا وسهلا فيكم طلابنا الأعزاء في مدارس السابلة درس اليوم رح يكون لطلاب الصف الخامس عن أنواع البنوك طبعا زي ما كنا بنعرف أن البنوك تنتشر في جميع أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية في جميع محافظاتها طبعا هاي البنوك بتقدم الخدمات المختلفة سواء كان للأفراد أو للمؤسسات مثل خدمة القروض مثل خدمة تمويل المشروعات يعني مثلا إذا حدا حابب يعمل مشروع بس ما عنده رأس مال ممكن يستفيد من وجود البنوك لمساعدته طبعا وجود هاي البنوك في المحافظات يؤدي إلى تطور قطاعات التنمية المختلفة في المملكة الأردنية الهاشمية تمام؟ هذا بالنسبة للفقرة الأولى بتحددوها عندكم زي ما أنا محددة ممكن يجيك عليها سؤال صح أو خطأ نيجي على أولا اللي هو تعريف البنك البنك هو عبارة عن مؤسسة اقتصادية متخصصة تعمل في إدارة الأموال حفظا وإقراضا وبيعا وشراءا إذن هي مؤسسة البنك مؤسسة زي غير من المؤسسات لكن هذه المؤسسة تعمل في إدارة الأموال يعني تخصصها الأموال سواء حفظ إداع مثلا أنا عندي مبلغ كبير من المال وما بديها يضلي عندي بالبيت فبلجأ إلى البنك أني أحفظ فلوسي فيه تمام؟ مثلا أنا محتاج لمال بس ما عندي الكمية الكافية من هذا المال مثلا لأفتح مشروع فبلجأ إلى البنك أنه يساعدني ها هي عملية الإقراض تمام؟ مثلا أنا بدي أشتري سيارة بس لا أملك مال لشراء هذه السيارة فبلجأ إلى البنك أنه يساعدني في شراءها ورح أحكي لكم كمان شوي كيف تتم هذه العملية تمام؟ بالنسبة لتعريف البنك هو مؤسسة اقتصادية متخصصة تعمل في إدارة الأموال حفظا وإقراضا وبيعا وشراءا تمام؟ هلأ ننتقل للصفحة اللي بعدها صفحة 61 بدنا نحكي عن مؤسسات الجهاز المصرفي هلأ هذا الجدول اللي أنتو شايفينه قدامكم كتير مهم رح نحط عنده حفظ ومهم لأنه ممكن يجينا بالامتحان أوكي؟ أول إشي من هذا الجدول اللي هو بيكون على الرأس بهذا الجدول اللي هو البنك المركزي تمام؟ البنك المركزي زي ما نحنا شايفين بيتفرع منه بنوك أردنية ومؤسسات الإقراض المتخصصة تمام؟ مثال على البنوك الأردنية بنوك متخصصة مثل الصناعة أو الزراعة وبنوك تجارية وبنوك إسلامية تمام؟ مؤسسات الإقراض مثل مؤسسة الإقراض الزراعي ومثل الشركات الصرافة هدول كلياتهم بيتبعوا للبنك المركزي يعني البنك المركزي هو الأساس تمام؟ نيجي ناخد بنك بنك ونفهم شو وظائفه نيجي على البنك المركزي اللي هو عبارة عن رأس الهرم البنك المركزي في أي بلد طبعا هذا تعريف من خططه عنه هو رأس الهرم في الجهاز المصرفي تمام؟ لماذا؟ لأنه يشرف على النشاط المصرفي ويراقب درجة التزامه بالقوانين والأنظمة ويصدر أوراق النقد ويعد بنك البنوك يعني هذا اسم تاني للبنك المركزي اللي هو بنك البنوك تمام؟ إذن نعيد في عنا هنا تعريف للبنك المركزي هو رأس الهرم في الجهاز المصرفي لأنه يشرف على النشاط المصرفي ويراقب درجة التزامه بالقوانين والأنظمة يعني نحكي عن البنك المركزي كأنه هو المدير أو هو المسؤول عن كل البنوك الموجودة في الدولة تمام؟ هذا التعريف لعند كلمة الأنظمة هلأ نيجي على مهام البنك المركزي مهام يعني وظائف تمام؟ ألف إصدار النقود بفئاتها المختلفة هلأ الفلوس اللي نحن بتكون معنا سواء عملة الدينار أو عملة الخمسة عملة العشرين وعملة الخمسين أو حتى العمل المعدنية تمام؟ هذه كلها مين يصدرها؟ يصدرها البنك المركزي تمام؟ بقى القيام بالأعمال المصرفية اللازمة للدولة أي عمل لأي بنك مصرفي سواء إقراض سواء تمويل مين بيكون مسؤول عنه؟ بيكون مسؤول عنه هو البنك المركزي جيم الاحتفاظ بحسابات البنوك الأخرى يعني كل البنوك الموجودة بالدولة في عندها حسابات مين بيكون محتفظ فيها؟ اللي هو البنك المركزي دال الإشراف على البنوك العاملة في المملكة ومراقبتها كما بيكون مشرف على كل البنوك بالدولة تمام؟ يعني باختصار البنك المركزي هو المدير هو المأسؤول عن كل البنوك وأي إشي بتعمل البنوك بيكون البنك المركزي مسؤول عنه وبيراقب هاي الأعمال تمام؟ ننتقل للصفحة اللي بعدها اللي هي صفحة 62 زي ما أنتوا شايفين بالصورة 9 إلى 1 البنك المركزي الأردني هذا هو شكله تمام؟ طبعاً عنا فيه بالمعلومة أنه بيحكي لك بدأت المملكة الأردنية الهاشمية الإعداد لإنشاء البنك المركزي الأردني في أواخر الخمسينات خمسينيات وقد صدر قانون البنك المركزي الأردني عام 1959 وباشر أعماله في الأول من شهر تشرين الأول عام 1964 تمام؟ يوصف البنك المركزي بأنه بنك الحكومة إذ يتولى القيام بالخدمات المصرفية للحكومة ويشاركها في رسم السياسات النقدية والمالية ويعرف أيضاً بإسم بنك البنك هلأ من هاي المعلومة ما رح نحفظ توريخ؟ تمام؟ رح نحفظ من حد ما أنا محططة من عندي السطر الثالث آخر السطر الثالث يوصف بنك المركزي بأنه بنك الحكومة يعني ممكن يجيك سؤال بالامتحان ما هو بنك الحكومة؟ اللي هو البنك المركزي يعني إله اسم تاني إذن البنك المركزي هو بنك البنوك وهو بنك الحكومة تمام؟ ليش سمنا بهذا الاسم؟ لأنه يتولى القيام بالخدمات المصرفية للحكومة هذا كمان سؤال ممكن يجينا بالامتحان طبعاً يشاركها في رسم السياسات النقدية والمالية ويعرف أيضاً باسم بنك البنوك زي ما أحكد لكم إذن الإشي اللي أنا مخططته بهذه المعلومة بس هو حفظ التوريخ فوق محفظ تمام؟ إذن بنك المركزي هو بنك الحكومة وأيضاً له اسم آخر بنك البنوك ننتقل للبنوك التجارية من اسمها التجارية؟ إذن هي إلها علاقة بأعمال التجارة تمام؟ نيجي على تعريفها بنوك تقدم مختلف الخدمات البنكية مثل قبول الودائع، القروض، تحويل العملات إلى الخارج من الأفراد والمؤسسات، ممكن نحفظ هذا الإشي كتعريف، وممكن نحفظه كوظائف البنوك التجارية، يعني ممكن يجينا سؤال عرف، أو ممكن يجينا سؤال ما هي وظائف البنوك التجارية، بتحكي لي، يقدم مختلف الخدمات البنكية، مثل قبول الودائع، طبعاً في ناس ممكن يسألني، ما سو شو يعني ودائع؟ الودائع يعني هي الأموال اللي يضحها الأفراد وديعة لدى هذا البنك، تمام؟ حتى إنها ما تضيع أو تتعرض للسرقة، القروض، القروض يعني أنا أقترض من البنك، تمام؟ يعني أنا زي الدين، أنا بداياً من البنك، هذا هو القرض، أوكي؟ تحويل العملات إلى الخارج من الأفراد والمؤسسات، يعني العملات إلى الخارج عفواً، يعني مثلاً أنا بدي أبعث مصاري إلى دولة برة، فبلجأ للبنوك التجارية عشان تبعث لي هاي الأموال للجهة اللي أنا بدي أبعثها إلى الخارج، تمام؟ ننتقل لصفحة 63، في عندنا زي نشاط 9 إلى 2 عمليات تجارية النشاط بيحكي، اشترت شركة الأندلس الأردنية أثاثاً مكتبياً من إحدى الدول المجاورة للمملكة الأردنية الهاشيمية علماً بأن شركة الأندلس لها حساب في إحد البنوك التجارية، تمام؟ هلأ نشرح النشاط، النشاط إنه في عندنا شركة اسمها شركة الأندلس، هاي الشركة موجودة بالأردن، بدها تشتري أثاث من الدول المجاورة، تمام؟ يعني من الخارج أوكي، هلأ شركة الأندلس لها حساب في البنك السؤال الأول، ما طريقة التي يمكن بها الشراء بها للشركة أن تدفع ثمن هذه الأثاث؟ مثلاً شركة الأندلس اشترت أثاث من الدولة اللي برها هل اللي بتحتاج الشركة إنها تطلع شخص للدولة برها عشان يدفع ثمن هذه الأثاث؟ ولا في طريقة تانية؟ لا، عن طريق البنك التجاري، البنك التجاري بيسهلن هاي العملية إذن الطريقة عن طريق البنوك التجاري، زي ما أنا مجاوبة بتجاوبة عندكم، تمام؟ السؤال الثاني، ما العمليات التجارية التي يقدمها البنك التجاري؟ العمليات البنكية، اللي حكيت لكم إياها قبل شوي، هي أكثر من عملية كل العمليات البنكية من تحويل الأموال إلى الخارج، في عندنا كمان القروض، كمان في عندنا الإيداع، تمام؟ بس بهذا النشاط، إحنا بحط عملية تحويل الأموال، يعني بدل ما الشركة الأندلس تبعث ناس لبرة يدفع ثمن هذا الأثاث؟ لا، عن طريق البنك التجاري بتحويل الأموال إلى الخارج، تمام؟ هل توسم البنوك التجارية في تنمية الاقتصاد الوطني؟ نعم، يعني أكيد، لأنها بتشجع على عملية الشراء من الخارج، حتى كمان الدول المجاورة ممكنها أنها تشتري من عنا بطريقة سهلة وسالسة، تمام؟ ننتقل على البنوك الصناعية، البنوك الصناعية يعني إلا علاقة بالصناعة، تمام؟ بنوك تقدم تسهيلات مالية مباشرة وغير مباشرة متوسطة للأجل أو طويلة للأجل، وذلك لإنشاء شركات صناعية وتطويرها، إذن البنوك الصناعية، مين بتساعد؟ بتساعد أي شيء إلو علاقة بالصناعة، تمام؟ سواء كانت شركات صناعية أو غيرها، هلأ هاي هي شو بتقدم؟ بتقدم تسهيلات مالية، أوكي؟ ممكن تكون هاي التسهيلات متوسطة للأجل أو طويلة للأجل، يعني ممكن تكون هاي التسهيلات لمدة كبيرة أو مدة قصيرة، تمام؟ طويلة الأجل ومتوسطة الأجل، يعني تكون مدة طويلة، أو يعني تكون مدة مش كثير طويلة ولا كثير قصيرة، تمام؟ فمنحط سؤال هون فوق البنوك الصناعية، ما هي وظائف البنوك الصناعية؟ نيجي على أربعة، البنوك الإسلامية، البنوك الإسلامية من اسمها إسلامية، إذن هي أساسها الدين الإسلامي، وأساسها الشرع، يعني هي بتتبع في نظامها وفي معاملاتها الدين الإسلامي، نيجي نحكي بنوك تقدم خدمات إداع الأموال وتوظيفها، وتنفيذ المعاملات البنكية وفق تعاليم الشريعة الإسلامية، تمام؟ إذن هذا ممكن يكون عندنا تعريف، وممكن يكون عندنا وظائف البنوك الإسلامية، زي ما أنا محددة على الفقرة لكم، أنه في عندنا تعريف أو وظائف البنوك الإسلامية، زي ما أنا كاتب على الكتاب تكتب بالضبط، تمام؟ هلأ، بحكي لك هون أنه بنوك تقدم خدمات إداع الأموال وتوظيفها، وتنفيذ المعاملات البنكية، وفق تعاليم الشريعة الإسلامية ونظام المرابحة، ممكن طالب يسأل أنه شو يعني مرابحة؟ هل البنوك الإسلامية بتربح؟ هلأ البنوك الإسلامية بتربح، لكن مش زي الربا، تمام؟ المرابحة تختلف عن الربا، راح أعطيكم مثال مثلا على المرابحة، طبعا هو هذا المثال مش داخل معكم، بس هو للمعلومات أكثر عشان تفهموا نظام المرابحة، نظام المرابحة بيحكي مثلا أنا بدي أشتري سيارة، لكن لا أملك ثمن هذه السيارة، فبلجأ للبنك الإسلامي، لأي بنك؟ للبنك الإسلامي، فبتفق معاه أنه يشتري لي هاي السيارة، تمام؟ فبيروح البنك بشتري لي هاي السيارة، وأنا بصير أسد ثمن السيارة إله بالأقصاط، لأنه أنا ما معي مثلا سعر السيارة كامل كاش، فبساعدني البنك الإسلامي بأنه يشتري لي إياها، فبصير أدفع كل شهر جزء من سعر السيارة للبنك الإسلامي، لكن يكون هناك في ربح بسيط للبنك الإسلامي باتفاق ما بين البنك الإسلامي وما بين العميل اللي هو أنا اللي اشتريت السيارة، تمام؟ مثلا البنك بيحكي أنا بدي أربح نسبة بسيطة، يعني مثلا أنا اشتريت لك السيارة بخمس آلاف، مثلا أنت رح تدفع لي خمس آلاف ومثلا ومئتين دينار أو تلتمية دينار، فبيكون ربح بسيط، تمام؟ لهذا البنك، هذا هو نظام المرابحة للي ما بعرفش نظام المرابحة، تمام؟ خدمة المجتمع، طبعا هاي العمليات اللي بيعملها البنك الإسلام هي بتكون خدمة للمجتمع وبنائه على أساس من التكافر الإسلامي وعدالة التوزيع، ووضع المال في الإطار الذي رسمه الإسلام، يعني بيكون تكون البنوك الإسلامية كل عملها بناء على الشريعة الإسلامية، بهذه الفقرة زي ما أنا كاتبت لكم ممكن يجي سؤال عرف وممكن يجي سؤال ما هي وظائف البنك الإسلامي، وظائف البنك الإسلامي خدمات الإيداع الأموال وتوطيفها، هاي واحد زي ما أنا محددة، تنفيذ المعاملات البنكية، وفقط له عن ماشي، لكن هاي الأشياء بيحكي لنا إنها هاي بتكون خدمة للمجتمع وفق إطار الشريعة الإسلامية، ننتقل لصفحة 64، الصفحة 64 بدها تحكي لنا عن البنوك الزراعية، هلأ البنوك الزراعية يعني إلها علاقة بالزراعة، إذا تدعم المشاريع الزراعية، تمام، تعريفة هي بنوك تقدم خدماتها إلى القطاع الزراعي، عن طريق تمويل المؤسسات الزراعية لإنشاء المشروعات الزراعية وتطويرها، تمام، هذا هو تعريف البنوك الزراعية، أوكي، إذا لم يبتقدم خدماتها أكثر إيش البنوك الزراعية، بتقدمها للقطاع الزراعي، أوكي، طيب، هلأ كيف يعني بتقدم خدمات للقطاع الزراعي، مثلا، ممكن تساعدهم بشراء مستلزمات، مثل بذور، أسمدة، مبيدات، استئجار الآلات الزراعية، أوكي، في عندنا مثال على هذه البنوك، وهي مؤسسة الإقراض الزراعي، أوكي، إذن البنوك الزراعية هي بنوك تقدم خدماتها للقطاع الزراعي، من الأمثلة على هذه الخدمات إنها بتوفر لهم مستلزمات، من هاي المستلزمات في عندنا بذور، أسمدة، مبيدات، طبعا ممكن حد يسأني شو يعني مبيدات، المبيدات هي مواد كيميائية يحتاجها النبات لحمايته من الأمراض، تمام، ممكن كمان يقدمونهم خدمة استئجار الآلات الزراعية، هلأ رح أحكي لكم مثال، أوكي، من الأمثلة على هذه البنوك، المؤسسة الإقراض الزراعي، لازم نحفظ هاي الفقرة كتير منيح، تعريف البنك الزراعي، ومال خدمات التي يقدمها البنك الزراعي، ومثال على البنوك الزراعية، مثلا في عندنا، في شخص، شخص بده يفتح مشروح زراعي، مثلا بده يعمل بيوت بلاستيكية، ويزرحها بندورة، تمام، لكن، هو لا يملك مال لعمل هذا المشروع، لديه فقط قطعة أرض، لكن لا يملك مال للشراء البيوت البلاستيكية، لا يملك مال للشراء البذور، لا يملك مال للتمديدات المياه، استئجار آلات زراعية، مبيدات، لا يملك المال، فهو بلجأ بهذه الحالة لمؤسسة الإقراض الزراعي، حيث تقوم هذه المؤسسة بمساعدته، عن طريق تأمين هذه المستلزمات له، مقابل أنه يقوم بسداد ثمن هذه المستلزمات شهريا، باتفاق ما بين مؤسسة الإقراض الزراعي وهذا الشخص، تمام؟ في عنا تعريف لمؤسسة الإقراض الزراعي كمان عندنا حفظ، أوكي، ما ننسى، هي مؤسسة تختص بتقديم التسهيلات والخدمات المصرفية، لمساعدة المؤسسات الزراعية والأفراد، تمام؟ طبعا هي مو بس بتساعد أفراد كمان مؤسسات، في عنا كثير مؤسسات، مثلا مؤسسة مهتمة بالزراعة، مهتمة بالقطاع الزراعي، لكن تحتاج بنك يمولها أو يساعدها، فهي بهذه الحالة تلجأ إلى القطاع الزراعي، تمام؟ ننتقل الآن إلى صفحة 65، وهي عندنا الشركات المصرفية، هي مؤسسات مصرفية غير البنوك تقدم خدماتها للعملاء، الشركات المصرفية هي عملها مثل عمل البنوك لكنها ليست بنوك، تمام؟ نحفظها ما ننساها، هي مؤسسات لكنها ليست بنوك، تقوم بتقديم نفس الخدمات اللي بتقدمها البنوك للعملاء، من تحويل، من إداء، أموال، من قروض، إلى ذلك، تمام؟ هلأ في عنا بالنشاط، في عنا مشاريع، وبننا نشوف إيش النوع البنكي المناسب، تمام؟ أولا، استئجار الآلات الزراعية، استئجار آلات زراعية، يعني إيش إلو علاقة بالزراعة، على مين من الجاء، أكيد لا البنوك الزراعية، بتكتبوا معي زي ما أنا كاتبة على الكتاب، أتنين، شراء عمارة سكنية، هلأ أنا بدي أشتري عمارة، أكيد، يعني إيش ما إلو علاقة لا بالصناعة، ولا بالزراعة، أكيد، ممكن ألجأ للبنوك التجارية، وممكن ألجأ للبنوك الإسلامية، تمام؟ طيب، بناء مصنع لإنتاج الزيوت النباتية، بناء مصنع، يعني إيش صناعي، إذا منلجأ للبنوك الصناعية، أربعة، شراء عملات أجنبية، شراء العملات، مين البنك المسؤول عنها؟ اللي هو البنك التجاري، أوكي؟ خمسة، إنشاء مشروع صغير، بيوت بلاستيكية زراعية، يعني إيش إلو علاقة بالزراعة، إذن بيوت، إذن بنوك زراعية، ستة، إنشاء مصنع لإنتاج معجون البندورة، إذن بنوك صناعية، شراء مزرعة للمواشي، المواشي بتعرفوا إيش هي الأغنام، الماعز، فالشراء مزرعة لها، يعني إيش زراعي، إذن بنوك زراعية، شراء قطعة أرض لغيات السكن، مثلا أنا بدي أشتري أرض عشان أبني بيت أسكن فيه، ممكن يساعدني البنك الإسلامي، وممكن يساعدني البنك التجاري، شراء سيارة التنقل أيضا ممكن يساعدني بنك تجاري، أو بنك إسلامي، تمام، ننقلي أنا كاتبيته على الكتاب بالضبط، تمام، هلأ ننتقل لصفحة 66، بصفحة 66 في عندنا أسئلة الدرس، هاي يا حلوين راح تكون واجب عليكم، بتحلوه على الدفتر، وبتبعتولي إياه على الجروب علشان أشيك عليكم، تمام؟ ويعطيكم ألف ألف عافية، اللي عنده أي استفسار أو أي سؤال عن الدرس، يريت يبعتلي على الجروب، ومنشوفكم إن شاء الله بالدرس القادم، ترجمة نانسي قنقر